نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار بماد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة السابعة والنصف مساء خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 أوضح المركز أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها وظروفها سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة الخامسة والنصف مساء مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته وسائل صوتية على تطبيق واتساب تزعم إصدار شركة المياه منشورا تحذيريا بعدم استخدام مياه الشرب لأغراض الشرب بدءا من الساعة الثالثة صباحا وحتى العشرة مساء نتيجة لتلوثها بمكروب سام وأوضح المركز أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما وخالية من أي مايكروبات ضارة أو ملوثات ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابدة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقبي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان